كشفت هيئة النزاهة عن نتائج تقصيها عمل المنافذ الحدودية ودوائر الجمارك في المحافظات التي توجد فيها منافذ حدودية مؤكدة عدم العمل بالاستمارة الخاصة بتدقيق المعاملة الجمركية وضمان مرور الإرسالية بالإجراءات المطلوبة كافة وأشارت إلى بناية جهاز فحص حقائب المسافرين وعدم تشغيل الجهاز دون بيان الأسباب علما أن تفتيش المسافرين المغادرين يتم يدويا وأضافت أن فحص المواد الغذائية والخضروات المستوردة يتم فيزيائيا فقط من قبل دوائر الصحة والزراعة وهو ما يعد غير كاف للتأكد من صلاحية البضاعة للاستهلاك البشري وتبين فشل بعض المواد التي أرسلت إلى المختبرات وعدم صلاحيتها للاستخدام ترجمة نانسي قنقر